اشتركوا في القناة والتابعين فمنذ ذلك اليوم لم تنقطع تلك الدعوة فقد كان على رأس كل مئة سنة مجددون لدين الله وهذا قرنا بعد قرن إلى قرننا هذا سواء كانوا افرادا او جماعات لكن القرن الجديد الذي تأهل بعام الالفين يتميز بسمات عصرية حديثة وربما ظهرت مؤسسات وحركات مضادة للاسلام واهل ان الهجمات المتعددة نشأ انطلقت من جهات متعددة ولابد لهذه الهجمات من صد لكن بنظام دقيق وعمل دعوب واستراتيجية صامتة فناد يقابله ناد وحزب يقابله حزب وجمعية تقابلها جمعية وهذا بشرط ان يكون الخيام كخيامهم لكن نساء الحي من هنا غير النساء من هناك لنا اخلاقنا ولهم اخلاقهم ذلك بان الله لم يكم غير النعمة انعمها على قوم حتى يغير ما بانفسه اليوم فقد المسلمون كل المؤهلات الروحية والخلقية وبقي العالم الاسلامي في خريطة الدول وجغرافيتها وكأنه فقط خزينة دولارات وآبار نفط يستخدمها عداء الاسلام لإهلاك حرث المسلمين ونزلهم فأتستبدلون الأدنى بالذي هو خير كان حسن حظ المسلمين الأولين أن جاءهم رسول من أنفسهم رسول يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وقد أحاط به رجال كانوا يسعدون بصحبته ويرقون بكلمته ويتأدبون بالنظر إليه ويسودون تحت ظله وكانت أسباب النصر لهذه الملة من الأولين تنحصر على هذه النقاط أولا إن المسلمين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم لكنهم بأخلاقهم ومواقفهم البطولية هم نقلوا الأمم إلى الإسلام وهذا تحت شعار الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ثانيا هم أخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الصلاة إلى عدل الإسلام حيث الكل سواسية لا فضل لأحد على أحد إلا بالدقوة ثالثا علموا الناس أن القيادة ليست سلطة فردية ولا جماعية من الأشراف ولكنها أهلاقيات ولو ولا عليكم عبد حبشي فكانت الخصال هي هذه الثلاث الخصال الأول البصيرة في الدين فكان أحق الناس بالأمر وأقواهم عليه هو أعلمهم بأمر الله وهذه رسوله الخصال الثاني العلم بمواضع الحق وهذا عن طريق الجهاد وعن طريق العقيدة الخالص الخصال الثالث الخصال الثالث الخصال الأولى والخصال الثانية والخصال الثالث عفوا الصبر على طريق الحق وذلك بطاعة الله والمحافظة على كتابه شرعة ومنهاجة فالقيادة إذن عقيدة أولا وشريعة ثانية ومسؤولية ثالثا وخدمة رابعا ورعاية خامسا خامسا فقد يكون القائد منعزلا شرعا لا حكما كما يكون القائد منعزلا حكما لا شرعا خليفة مات لم يحزن به أحد وآخر قام لم يشعر به أحد خليفة مات لم يحزن به أحد وآخر وآخر قام لم يشعر به أحد لقد وقعت الواقعة يوما سحب المسلمون من دورهم كأمة وصد وباتت هذه الأمة وكأنها بالتعبير النحوي مفعول به لا كفاعل ونعت لا كمنعوت وإذا كان الله عز وجل يدافع حكما إنما يدافع فقط عن الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون لا يتوكلون على أمريكا لا يتوكلون على فرنسا لا يتوكلون على إنجلترا فمفتقر بمفتقر ينادي ويضاعف ضعفه بكل حين بين الشتانة ما بين التوكل والأخذ بحكمة الغيرة الحكمة ضلة المؤمن فأنا وجدها أخذها لكن بقراءة رشيدة ونقد رشيد فالموقف الإسلامي عن الفكر المستورد موقف الاستفادة وليس موقف الاستسلام خذ ما صفى ودع عنك ما كدر وأي محاولة للغرس لابد أن يسبقها الحرب فتغيير الثياب لا يعني تغيير الجلود ولا تزوير العقول فلا ينبغي فلا ينبغي إذن أن تتعرض الهوية الإسلامية للطمس والمسخ أو تصبح الأمة وكأنها جهاز استقبال لا جهاز إرسال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله نيكو حاج مالك لو الهوية الإسلامية بناك في تمام سليمان كن ينغن كومين ينغن كومين كي باب سلي نينيو كوا وخيرك نون للا دمي من نينيو كنك كن ويت من نينيو لانتيرو أتو بارك الله أم من نينك سليم حبيب أكسرين مام مودو أكسو نيو جيگن يلين واتبارك الله أم من نينيو كليفتي في دي سليم نينيو كليفتي نينيو كليفتي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 مشكلة 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 إليحة محمد ونسق ونصبع أيام بارك الله في الآخر من من الآخرين وأنا أسلعي مجلب أقام القادرة وستطع بحق محال 거كو فهم نكام ننجح رائع أرسل مع الإسلامية ومستقظة المويته كانت بحاجة وكاسية نتعلم خطو بارك الله هذا التواصل من اللقاء كما يتحدثون أرسل حتوكو أُرسل من المؤكين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر